موسيقى 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 شهادة في البحرين في حماية الطفل اتينا الفكرة ولا المزاج لانا مقبوض علي موسيقى 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 و لا تنسوا دعم المحتوى باللايك والشير والسبسكريب موسيقى 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 حيث تبعد أقل من خمس دقائق موسيقى موسيقى تحتوي موسيقى موسيقى بحلول 1654 نشأ السوق الصغير للفاكهة والخضروات في الهواء الطلق على الجانب الجنوبي من الساحة العصرية تدريجيا ساءت سبعة كله من السوق والمنطقة المحيطة بها حيث فتحت الحانات والمسارح والمقاهي وبيوت الدعارة موسيقى 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 أنتقائية في أغر ماركت وغيرها من الماركت موسيقى من أجمل الأماكن في لندن المكان الشركة الأكثر حيوية و كل زحمة ناس وعروض من كل الأجناس أغاني وشو مسابقات مطاعم في كل مكان طبعا الأسعار متفاوتة أكو غالي وأكروف المستوى العادي حسب الإمكانية لو تقضي اليوم كله ما تمل تحني الحشرات تورة شريفة عبد الحميدي سوار من البحر دكتوراه في علم النفس والإستابلشت في البحر أولاً وايب نشيغة في المجتمع البحر والكل اللي بنا عارف مي حقاً شكراً لأن تاريخي أنا أحب وائد التاريخ والآثار فأتعنالها في الدول مثل مصر ومبنان شوريا سوار أحب التاريخ فأنا أي علشانا لأن عمره 800 سنة وفي نفس الوقت في الويكيند لقد تلاقي في وائد انترتينمنت حفلات مجانية في الشارع اللي يعزل خلي يرقص اللي يغني يعني أول ماييد 85 للبكالوريس بس الصراحة أمتع سنة كانت في حياتي هي سنة الماجستير كانت أمي أرحمها موجودة وأبوي موجود فأنا كبارت والماجستير أخف بائد من الباتلوريس فاستكشف بريطانيا كله هتكشف بريطانيا كله عملت للاقصي شكرا شكرا لك بقنا على مقابلات أو سأكون م документов شكرا لك شكرا لكم خلاص أنا أسافر وأي بريطانيا السنة اللي فاتت الماسونية وأنا لازم أستكشف ذي الرجبولز يعني الماسونيين يحيطون نفسهم بسرية غريبة لدرجة أن ما يدافعون عن نفسهم لما الناس يطلقون عنهم روميرز وإشعاعات الماسونية لا يجب أن تدري أن الماسونية من أيام الكروسايد اللي هم حملات الصليبية كان الجنود اللي لابس من أبيض والصليب الأحمد هذين يسمونهم جنود هكا سليمان بدأت لاحب تره ما ما يسمون أن يبي سليمان ولا داود يقولون دكتورة شريفة سوار ناشطة بحرينية اليوم راح تشاركنا الجولة بمدينة كوفنبارغ النفس هو حياتنا اللومية شلون أقعد من الصبح مذاجر وشلون أفكار وشلون سنوكنا هذا علمنا أنا دكتورة في العلاج الموزي والسنوكي والسنوكي لكل أنواع والضرابات والأزمات النفسية والسلوكية وإدماء المخدرات وحماية الأطفال من التحرش الجنسي والعنف الأسري يعني كل ما يختص بحياتنا اليوم كل ما يختص بعلم النفس أنا طول عمري ماشي قن بالحيات يا باعي بس لما أدخل المدارس وأشوف تفشي المخدرات بين أطفال ما بين 9 سنوات شلون أطلع؟ شلون أسكت؟ أنا ما قالوا لي قبلوا أنها سياسة الدولة ولكن أنا ما أدخلت فيها بس حماية الأطفال آية تخصصة كيف أسكت عن تجارة قاصرات للسكس؟ وكيف أسكت عن بيع مخدرات للأطفال في هاي السنوات؟ شنو 9 سنوات هيروين؟ أنا أيامي في السبعينات كانوا يدوبك يستخدمون لغريش من 9 سنوات هيروين؟ مسؤوليتي حماية الطفل أنا أول شهادة في البحرين في حماية الطفل في العلاج النفسي للأطفال المتعرضين للعنف والإهمال أول دكتورات البحرين في العلاج النفسي في هاي الدخل بابتدي حياة يديدة في الفترة اللي أنا المفروض أكون فيها تقاعد وارتاح يعني كان ديسمبر 2022 المفروض أنا حاطة في بالي الانسحاب من الميديا، الانسحاب من الحياة والتقاعد وكل ثلاثة أشهر بسافر بلد متاح 55 عجزت ثلاثين سنة شغل خلاص بس فرضوا علي بملاحقت تلي قانونيا أن أنا أبتدي من أول يديد في بلد خارج بلدي إن شاء الله أرجع البحرين منصورة بعد بإذن الله الشعب كله قاعد يدعي لي ما كنت أبداً لا موالية للحكومة ولا معارضة كنت في حالي دكتورة ملفي يدخل وشخص يطلع ومريض يتعالج ما أدري عن الدنيا، أدخل من الساعة ثمان وصبح أطلع ثمان بالليل ما أدري عن الدنيا فجأة ولا أنا مقبوض علي فجأة ولا أنا في السجن سبع شهور فجأة ولا عفو ملكي فجأة ولا مطالبات مرة ثانية بإعادة محاكمتي فعرف إن إدمان البنات أخطر من إدمان الأولاد بعدين العوائل محافظة بالبحرين العوائل كلش محافظة بالنسبة ليهم ما صدقوا وبالبداية لحد ما صارت سالفة الجسمة الكورونا وصار التعليم عن بعد وصار القعدة والإهال في البيوت وهما يدرسون اكتشفوا الأهالي الكلامي صح الإهالي عندهم صاروا مدمنين وصاروا يدورون الأدوية بالنسبة للسواحة العرب يحتبرون كوفنغاردن مكان للقاءات والأروض وشراء المقتنيات اليدوية المعدة من قبل البائعين بأسعار مناسبة يوجد محل أبل وتسمع العزف الحي من الباحة أسفل مبناء العديد من المطاعم هذا السوق يسمى أبل ماركت السوق مثل ما تشوفون كلش حلو الحرف اليدوية ضاقية على هذا السوق الرسام والفنان والمصنم والأزياء وكل حرف اليدوية تقريبا موجودة في هذا السوق دعونا نتجوق البيض هذه فكرتها حلوة رمال متحركة اللوحات تقدر تحركها نأخذ هذه كبيرة جوانة واو ليسوا هذا المنزل للتجميع الخرد نعم 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 أول ما طلبت اللجوء أول ما وصلت يوكي وطلبت اللجوء حطوني في فندق من الفنادق كانوا في معاي بنات خليجيات يرفضون الدين بكل مقاييس يعني بحثاً عن الحرية اللي هما يبونها اللي احنا نسميها الحرية الدول الغربية يعني البنات الصغاريين تحت مسامة عنف أسرين كثير الضغط عليهم هذا اللي تجفته هناك مثل ما قلت لك البنات الخليجيين من سنة 18 سنة كانت عمي كم واحدة وعشرين وخمسة وعشرين 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 شدي فكان لا دين ولا يبونوا مارسون أي منطقوس الدينية من صلاة منصيام مش عارف ايش فكانوا يشربون بس داخلهم كالتشر ما زال اللي تربوا فيه ما زال موجود يعني واحدة منهم كانت تستأذن من امها في الطلعة وفي الدخلة وحتى في لبسها وفي مش عارف ايش يعني كل اللي ساوته كل اللي ساوته نفس خط العباية ايه قامت تلبس شور بس امها تدري تشرب بس امها تدري يعني شيء من هذا القبيل بس ان انا احاول من دين الى دين مان شوية صعبة علينا يعني ما اتقبلتها كانا كلاجئة ما مفروغ علي ان انا غير ديني فهي ما محتاجة هي في شيء اهم تقريبا تقريبا يعني كل اللي مروا علي هناك في هذاك الفندق السرك اللي كنت عاش هديقة والله يقل يومي ان ثلاثة ارباعهم فرط نشاط ونقص تركيز وهذا غلطة الاهل ان اللي انتشافوا اولادهم وهم صغار عندهم فرط نشاط وكثرة حركة قالوا هذا الطفل شيطان وشقي ما يعالجونه هاي مجرد شطانة اطفال بينما اوه هو فرط نشاط ونقص تركيز يعني فرط النشاط اللي الطفل المزعج في البيت ومزعج في المدرسة ومزعج في الشارع كل يوم يسول لنا مشاكل يسمونه مشاغب ما يعالجونه نقص التركيز هذاك الطفل اللي قاعد لك في نهاية الصف وحلمان احلام اليقظة وسيارة وبرقر هذا بعد ينبي لكثرة الضغطي وانا ما عالجوا فرط النشاط ونقص التركيز والمشاكل في الطفولة اول ما تلاحظون اي سلوك غير طبيعي على الطفل عالجوا لا تفكرون في سالفة ان الدكتور بيعطيكم ادوية يدمن عليها الطفل مش مصلحتي ان انا اعطيكم الكونسرتة او الريتالين اخلي طفلك يدمن عليه ما في طريقة التربية لا تين تستشيرين الاختصاصيين وتمشين اللي فراسك انتي ما تعرفين لا انزيمات الدماغ ولا تعرفين لا هرمونات السلوك ولا تعرفين لا فلنعطينات الحل وعلمنات طريقة الحل لا تنكدين اللي في بارك لا تحتاج ان olmuş وفي تابعها وفي تابعها entertained